أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى معانا عزيزنا وعمنا أستاذ الدكتور عسان موافي اختار النهاردة يكلمنا عن فيه سؤال يقول إيه؟ فيه حاجة اسمها وقايم السكر فيه حاجة اسمها وقايم الضغط هنتكلم من الأسبوع اللي فات تكلمنا عن أنواع السكر وعلاجات السكر وكل الحاجات الخاصة بالسكر بقدر المستطاع فهنتكلم النهاردة عن فيه حاجة اسمها وقايم المرض السكر وفيه حاجة اسمها وقايم للضغط ليه اختارنا المرضين دول مع دكتور حسام عشان دول أكتر مرضين موجودين فيه الشعب المصري وبيعاني منهم وبشتكي منهم وبيتكلف فيه ده أدوية كتير وبيقابله صعوبات كتيرة دكتور حسام مساء الخير وأهلاً بحضرتك مساء الخير أهلاً شكراً بك أهلاً بيك النهاردة عايزين نقول لسيادتك كل سنة وهي طيبة دكتورة شيرين مصطفى النهاردة عيد ميلادها يا تارى جبت الهدية ولا ما جبتهاش جبت جبت عملت ايه كويس قولي عملت ايه في الهدية في كورونا يا دكتور دي مرات الدكتور حسام في كورونا ما جبت الهدية ملهاش دعوا في كورونا خالص يعني يعني بس نزلت روحت جبت حاجة والله بيني وبينك أنا بعت واحدة جارتنا جابت الهدية مش خوفاً من الكورونا لأن هي زقها كويس ويعني فبقول لها أنا عايز كذا 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 طيب دي مناسبة كويساً احنا نقول لدكتورة شيرين هي ليها معزة خاصة عندنا كلنا وهي استاذة دكتورة كبيرة بنقول لها كل سنة طيبة وسنة سعيدة عليك يا رب ان شاء الله انت طيب يا استاذ محمود طيب طيب يا دكتور هتبقى مفاجأة حلوة لها جداً يعني لا لا دا دا حاجة يعني تشرفها يمكن احلم الهدية كمان لا ازاي بقى دكتور ربنا يخليك ويخليها الله وهي ليها دورة على فكرة في ان هي اقناعة دكتور حسام اصله مش شغاوي تلفزيوني يعني لكن هي زقته زقته كويسة في ان هو يكون موجود مع الناس ويقدم لهم علمه وخبرته في الحياة وفي الطب الله يحفظك الله يحفظك اه دكتور حسام هل هناك ما يسمى بالوقاية من مرض السكر انا حرك ابتدت بداية كويسة جدا اش معنى السكر والضغط حرك لو الناس تعرف لو الناس تعرف كمان كل اربعة كل اربعة ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط خمسة وعشرين في المية من الشعب المصري مصاب بضغط هتقول يا صح نفس فريس ومش عارف ايه وتحول هذا الى سياسة مش صح لانه خمسة وعشرين في المية في امريكا عنده ضغط خمسة وعشرين في المية في اوروبا عنده ضغط فمرض الضغط على السطح فعلا حنا يفرد له حلقة لو ملحيتش النهاردة اقول له وقاية لان النهاردة بستكمل لا لا معلش على مهلك يعني ان اختنات يعني اكملت اشاء بستكمل الحلقة اللي فاتت في وقاية السكر طبعا الاجابة بالاجاب فعلا فيه وقاية من مرض السكر لا يبقى الاجابة نعم هناك وقاية الاجابة نعم بس اللي مين هل اي واحد مش في شارك ايه يقول لك ان هعمل وقاية للسكر لا فيه ناس اه اه مستهدفين وهي الاسرة اللي فيها سكر الاب عنده سكر او اللفظ اللي انت بتحبه سيئة السمعة اسرة سيئة السمعة هم دول اللي مستهدفين ده والله لو مش عن نصائح اللي بنقولها والله ما يعلم سكره هو مريض سكر بس السكره مش هيعلم هو واخد الجين وعنده ولو عمل اي انحراف في اكله او في نظم حياته السكر هيعلم طب انا كدكتور هدفي ايه انا هدف سكره معلاش ما يهمنيش غيره الجين خالص انت اسرة فيها سكر ماشي بس انت انا مش عايد سكرك يعلم ففيه الطرق يخلي فعلا لو واحد ابوه عنده سكر او او الاثنين بقى لو الاب والام عندهم سكر يبقى الولد والبنت لازم يخلوا بالهم جدا 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 انا قلت المرة الفاتة فيه ناس كتير فهمة ان علاج السكر ادوية هذا خطأ شديد جدا علاج السكر ثلاث حاجات ادوية ورياضة ونظام اكل لو تعالج بادوية بس انت تعالجت بالتلت احنا دلوقتي اسمح ليه دكتور حسين احنا دلوقتي عايزين نقسمهم يعني رجل او سيدة عندها اسرة لها انا بقول انا ما بحب السيدة السومة دين انت في تحبها قولها انت وانا هقول لها عندها تاريخ ماشي فاسرة لها تاريخ في هذا المرض ايه على الانسان انه لو التزم بالتعليمات اللي حترك شرحت جزء وحتشرح بقتها انهم اصلا ما يجيلوش سكر اصلا اه يعني مش عايز كلمة ما يجيلوش سكر دي مش علمية قوي لكن سكر ومش هيعلم يبقى ما يبقى قويس يبقى لا يعاني فارد السكر حيفضل في الحدود اه حيفضل في الحدود الارقام الطبيعية ده غير اللي جاله السكر وارتفع وبياخد ادوية وحاجات ذا كده فنتكلم عن الحالة الحالة حنتكلم عن ما سكره ومعليش وخايف انه يعلم تمام ممتاز حنتكلم الاول عن الرياضة هم كثيرا من الناس مش عايز اقول كل الناس لكن كثيرا من الناس كثيرا جدا فاهم ان الرياضة تخسس نعتقد كده يقولك انا حاكل اللي انا عايزه والعب رياضة لو جبت احسن لاعب كرة في العالم وطلع برا نظام اكله حيدخل مع انه بيلعب ثلاث نشاط في الاسبوع وبيجري وتدريب الرياضة يا اخوانا ما تخسس الرياضة الرياضة لها فوائد شديدة شديدة جدا لكن كلمة تخسس انا اسف ليه حررتك لو مشيت ساعة ساعة كاملة تفقد في الدقيقة كم سعر حراري هقول يعني ايه سعر حراري هي وحدة قياس الطاقة يعني الطماطم بالكيلو واللبن باللتر والزيد باللتر طب والطاقة بالسعر الحراري الطاقة هي الحاجه اللي انا بطلعها عشان احرقها عشان اقدر فلو مشيت ساعة افقد في الدقيقة تلاتة واربعة من عشرة سعر حراري يعني 240 في الساعة يعني نصر غير جبنا نستو تخيل فالرياضة لها فوائد هتكلم عليها بس ان لم تكون مصحوبة باكل سليم كأنك ما بتعملش حاجة انت استفدت من الحاجات التانية تعمل ايه في حاجه اسمها معدل الاحتراق يعني ايه معدل الاحتراق حارتك لو انت في عز الشتر ينايل ساعة وناعة المرتاح طب انا كم متر مسطح الانسان الطبيعي بين واحد وسبعة من عشرة واثنين واثنين من عشرة نقول المتوسط اثنين متر تمام يبقى بيطلع ثمانين سعر حراري وهو قاعد مرتاح ده اللي خلى المدرك سخر كل واحد يعمل كدفاية بيطلع اربعين سعر حراري من كل متر يعني ثمانين شو بقى ألف واحد في ثمانين سعر حراري تمقى القوضة فرن مع ان الجو برابرد جدا ده اسمه معدل الاحتراق الاربعين دول اللي في المتر من الساعة اسمه معدل الاحتراق الرياضة تعليه تخليني افقد سعرات حراريه من كل متر اكتر من اربعين ده اول ميزة في الرياضة تقول لي طيب ماهو ده حيبقى اسمه ما انا بجري اقولك لا وست ساعات بعد ما تجري حالك لو تلاحظ لو مشيت شوية او جريت يفضل جسمك سخن مدة طويلة بعدها ده ارتفاع معدل الاحتراق ده مهم جدا نمرة اتنين المترين واربعين سعر اللي فقدتهم وانا ماشي المدة تساح اللي هي نصف الريب جبنا نصف حلوين نمرة تلاتة قيمة جدا 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 وبنصح بها كل مصري المش هو اللي بياخد مخدرات بياخد مخدرات ليه اللي بياخد مورفين بياخد مورفين ليه عشان مزاجه يتعدل لا اذا سألت هقولك الله عشان انسى تقوله تنسى ايه اقولك الله انا فاكر انا فاكر لا عشان المزاجه يتعدل تخيل ان الرياضة من العضلات اللي بتتحرك تطلع مادة مثل المورفين تعدل المزاج عمرك شفت او الله لا ده كلام انا شخصيا مجربه لما يوم ما ممشيش بيبقى مزاجي لا انا عايز اقول لك حاجة بقى ايه شوف ايه رياضي هتلاقيه مبتسب معين فريقه مغلوب انت متنرفس جدا متنرفس جدا ان فريقه كانت غلب وهو مبتسب لان عنده انظر فيه فده الفايدة التالتة الفايدة الرابعة المهمة جدا فاكر حركة في حلقة اللي فاتت قلتلك نوعين من الانسولين نوعين من السكر نوع الانسولين الانسولين واطي فيه ونوع الجسم مش شايف الانسولين النوع التاني لما يعمل رياضة الجسم يشوف الانسولين يعني اذا ممكن نتعالج من غير ادوية لو عملت شوية رياضة اتعالج من غير ادوية ودي حاجة مهمة نمرة خمسة ودي مهمة جدا جدا احنا عندنا نوعين من الكلسترول كلسترول سيء وكلسترول حميل الحاجة الوحيدة اللي تعدى للنسبة الرياضة مش الدواء الدواء ينزل كلي كل سرول كلي لكن عايز علي الحلو ونزل الوحش الرياضة تعمل كده اللي اللي دي قال له الاتشي اللي يتصلحوا بالرياضة تسمح لي يا دكتور خلينا نقسم الناس اعمار يعني من عشرين لاربعين من اربعين لستين من ستين لما فوق ايه المطلوب منه في الرياضة اللي لعبها طبعا ده غير ده غير ده طبعا كل واحد من دول لي نوع رياضة بيلعبها لو واحد بيسمعنا الوقتي والناس بتحبك وبتقدرك وبتسمع كلامك ممكن نقول له في سن كزا يعني ممكن تعمل كزا في سن كزا ممكن تعمل كزا وفي سن كزا ممكن تعمل كزا هقول له هارتك ده سؤال جميل جدا 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 فيه عمرين لكل بني آدم عمر البطاقة يا فلان انت موليد كان انا موليد واحد واحد خمسة واربعين تمقس انك خمسة وسبعين سنة لكن لما اكشف على العيان ده بتدي له عمر تاني فيه عمر بيولوجي لك فما ينفعش اقول له واحد من عشرين لاربعين يجري ومن اربعين لستين يقوم ومن ستين يمشي هو ده الصح لكن لازم اكشف عليه اقول له انت ينسبك كزا لان قلبك سليل طب افرح سنه خمسة وثلاثين وعنده شهر ينتاج مش هقدر اقول له يعمل مجهود عالي ان لما يتعالج فعشان كده مقبلاش نعمم عشان كل واحد لازم يروح لدكتوره يقول له انا سني كم سنة الطبي انا ممكن الاقي واحد يا استاذ محمود خمسة وثلاثين سنة اقول له لا انت خمسة وستين انا ما بقولش كده لاني بزعل الناس والعكس عركة تلاقي واحد سنه ثمانين سنة لا يمكن تديله سن اه بس اه بس فيه رياضة بتبقى رياضة عمومية للمشي مثلا السباح دي بقى مفيدة في كل الحالات الحالك شرحتها كل البلبطة ما بقولش يعمق رول ميت متر رايح لا ينزل يبال والمشي المشي ده تحفى تحفى لو يمشي كل يوم خمسة واربعين دقيقة يحمي نفسه تماما فاحنا يبقى اللي من اسره سيئة السمعة لازم يعمل لها تاريخ اسره لها تاريخ كويس هم اللي من اسره لها تاريخ لازم يعمل رياضة يوميا تحت يوميا ميت خط وزليح يوم في الاسبوع او يومين مش مشكلة والله انا هقوللي حراتك المشكلة نفسية المشكلة نفسية انا عندي اكثر من كتاب بذكر منه في السكر وهم كتبين السمنة برضو تمام مفيش كتاب زي التاني مفيش كتاب زي التاني الا العنوان الاول كلهم مشاركين فيه بيقول ايه العنوان الاول بيقول change change the style of life لازم يغير style حياته كنت برجع بالليل اتعش واتفرج على تليزيونه وتعش وتعش يغير بنظامه change the style of life لازم style حياته تغير وإلا احنا بنهرج style حياته يغير في حالك لو فوت يومين في الاسبوع من غير ماشي انا بغير نظام حياته انا بغيره فعالاقل اول 5-6 عشور يبقى ملتزم عشان يعتاد يعتاد عشان يعتاد منظام اكل في حدود 1000 الى 1500 سعر حراري حسن بيشتغل ايه اذا كان بيشتغل مثلا خالتي ممحمد اللي هي طول النهار قعدة تنظف البيت وتطبخ وتغسل وتنشف غسيل لو خالد 1000 لا 1000 كويس اوه عشان لا يعني دي مش محتاجة تمشي بقى دي تمام كده طول النهار راح جايه في البيت لا تمشي برضو اصلا شغل البيت يجيب اكتئاب انا عايز انا تمشي انا عايز تحسن نفسيتها عايز احسن المود اه عشان انا اقول الحركة احنا جربنا حاجتين تقول له واحد كل كذا 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 تمام؟ ما ينفسه لو قلت له اعمل رياضة وكل يلتزم تماما تماما المود بيتغير فبياكل مش هاكل كتير قوي لكن الاكل الصحي ويمشي بعدين حرطك انت عندك السعرات حرية الف دا كويس اوه يعني يقول لي طيب انا عايز ااخد فرمضان كنافة اقول لك بس محسوبين من السعرات الحرية محسوبين عليك يعني متاخد حتة كنافة قد كده انت ضيعته 400 سعر حرية كنت تاكل بيتغيرهم روز او لحمة او خضار او بطاطس كده فهي تأسيمة ما بين نوعيات الاكل احنا عندنا نشويات ودهنيات وبروتينات وما بين تأسيمة على اليوم كله ما يصحش ياخد السعرات كلها في وجبة واحدة ما يصحش لازم مقسمة فدي مهمة جدا هقول لك حاجة انا اللي حصها معرفش صح او اللي غلط يعني معرفش صح او اللي غلط بس انت هتقول لي انا اللي حقولي حضرتك تفضل ايو ايو فيه رجيم طالع في امريكا اللي هو الخمس واجبات ايو سيدي من زمان موجود الخمس واجبات ده اه بقى انا عشر سنين عليه لو سنيكس تاكل اكلة خفيفة بحيث اكلمك اي لحظة في اليوم اي لحظة اقول لك يستاذ محمود انت جعان تقولي لا يقول استاذ محمود انت شبعان تقولي لا افضل الاربع وشرين ساعة لا نجعان ولا شبعان ده احسن نظام طبيع اللي لاحظته انا بقى اية جميلة جدا ربنا لما بيكلم عن المساجد المفروض انه كان يكلم مسلمين صح؟ لما يقول يا بني ادم يبقى مش مقصود المساجد يا بني ادم كل بني ادمين كل الناس خذوا زيناتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تصرفوا ايه اللي جاب الاكل مع الصلاة؟ خمس وجبات اه دي حوزميات 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 فدي يعني شوف من 1400 سنة والتعليمات انك تأخذ خمس مرات طب ايه اللي جاب الاكل مع المساجد ده مفيش فلوسطوب مفيش اية جديدة يا بني ادم خذوا زيناتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تصرفوا لا تصرفوا ادي الرجيم الاصلي ما تشبعش نمرة اثنين انك تاخد خمس مرات في اليوم سنيكس يعني مع صلاة الفجر خد ربع رغيف جدنا مع صلاة الظهر برتقانة وموزة مع صلاة العصر ندودش بروتين حيواني ومفيش مع صلاة المغرب الهوت ميل رز وخضر بدون لحوم مع صلاة العشاء شوية زبادي وتنام وتنام وبرضه هيجي لنوم بعد شوية الاكل اللي انا كنتقم دول هنام ازاي اذا ما كنتش ندب شوية المحشي وشوية الحاجات الحلوة يا دكتور لا المحشي ده بقى على الجامب يا اساس بحب ولا يعني الله يكون فعون الناس اصنو في طبقة عندنا برضو فيها ملايين مش قليلين انت عارفهم اكتر مني بينزلوا يشتغلوا الساعة سبعة الصبح لسه والله بتكلم مع صاحب مبارح فبيقول لي العمال زودتهم لانه بيشتغلوا من سبعة يعني يصالوا يبدأوا شغلهم تمانية ونص يغادروا المصنع الساعة ستة ونص سبعة ده حظه حلو ده حظه حلو ده بيصرف سعرات حرارية كبيرة جدا وياكل ده حظه كويس جدا يريد النفس الشغل كده عارف حرارك اللي انا بخاف عليه الموظف الاعلى على المكتب اللي بيأتيدي تسحى يخلص اتنين ده ده اللي انا خاف عليه انما ده حظه حلو والله اللي بيشغل من سبعة الصبح ده اولا احنا قلنا السعرات الحرارية تعتمد على عملك كلما زاد العمل كلما زاد السعرات فده حزودلك مش 1000 بس هياخد 1500 هياخد 2000 سعر حراري فده مفيش فيه مشكلة خالص وحرك دول اللي المصنع نازل السبعة الصبح ده هتلاقي صحته حلوة جدا جدا وحتلاقي نازل وشغال وكده اللي صحته وحشة اللي قاعد تمام تمام يبقى دلوقتي دي الوقاية من السكر هل فيه اي جانب من جوانب الوقاية حضرتك عايز تحب تضيفه؟ يحلل بانتظام يعني اولا حينشي كل يوم وحينظم اكله كويس جدا ويحلل ده برضو اللي هو عنده تاريخ اللي عنده تاريخ المتابعة بلاش اللي عنده تاريخ كلنا كلنا نحلل السكر بانتظام هو حيحلل كل ثلاث شهور انا حلل كل ستة شهور ممكن يكفي تحليل اللي بنجيبه اللي بتاعش صغير دوت بالشراء بتاعتي لا 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 خاص لازم اعمل ويحلل يعمل تراكمي لان التراكمي ده مهم جدا جدا اه بس انا افترض ان هو لسه ما بيشتكيش من السكر ما اشتكاش منه ما عليش عنده مش هيشتكي الا ما يبقى كارسة مش هيشتكي الا ما السكر يعلي جدا يعني بتادي تدول انا عايز الاوتو بدري انا عايز الاوتو بدري يا استاذ محمود فالتراكمي مع العشوائي حيفدني جدا 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 طب جملة مش عارفة جملة مفيدة طب هي ريت حالة تشرحها لو في ناس مش عارفين تراكمي تراكمي حرك عندك استاد القاهرة فاكر ماتش الانجلبير والاسماعيلي مثلا كان فيه مئة وعشين الف انا كنت منهم ايوه انا كمان انا كنت منهم طبعا وده ماتش ينسك انا مورش ماتشات كورة ابدا روحت ماتشات معدودة من ضمنها ماتش الاسماعيلي والانجلبير ده طبعا كسبنا تلاتة واحد يا السلام على مجريشة على مجريشة يا السلام كان يوم جميل فحفترض ان المئة وعشين الف دول كانوا في الاستاذ تمام وطيارة هليكوبتر فيها كيس سكر كيس واحد رماته على الاستاذ السكر ده حيلزق في كم واحد اتنين تلاتة المية ده بالكتير لانه كيس طبعا افرض كسين حيلزق في خمسة ستة المية طبعا افرض شوال سكر حيلزق في خمستاشر في المية كلما زاد السكر لبرميه في الاستاذ كلما زادت النسبة اللي حيلزق فيها السكر الهيموجلوبين وهي المادة المسؤولة عن حمل الاكسوجين داخل كرات الحمرة بيلزق فيها السكر كلما علي كلما عدد الخلايا اكتر اللزق فيه الطبيعي خمسة في المية من الخلايا الحمرة يلزق فيها سكر طب لو السكر عالي يبقوا سبعة المية طب لو عالي شوية يبقوا عشرة المية ده التراكمي فايدته ايه الخلايا الحمرة عمرها ثلاث شهور يا استاذ محمود فبيقول لي السكر التلات شهور اللي فاته اخبارهم ايه مش النهاردة اخباره ايه نظبوط انا بعمله بانتظام واول مرة يعرف تفاصلته انا اول مرة يعرف تفاصلته علميا بصراحة اول مرة اسمع التفصيل انا معرف اللي يزم اعمل سكر تراكمي لازم واشوفه اخباره ايه بتاع كده تمام افرد انا مريض سكر تمام ومعندي الزمّة معندي الزمّة فانا عايز اخد اجازه هراحه جايب برطمان مربا واكله وراح له دكتور الشغل اقول له ايه لي السكر يطلع 300 تمام تمام ده 300 ده النهاردة عشان واكل مربا تمام حاخد اجازه فانا برضو معندي الزمة وعايز اتعايل عندي سكر امشي على علاج مصبوط جدا والانسولين واروح اقول لهم حللو 220 التراكمي يفضحوا اه التراكمي ده مش عينة واحدة التراكمي ده 3 شهور تقول له لا انت رجل كذاب ده انت سكرك 400 ده النهاردة بس اللي 120 لان المتوسط بيطلع لي من التراكمي فالتراكمي رقم مهم جدا 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 دكتور انا بشكر